دكتور جمال رئيس جامعة بنها وهتكلم في المنطلق ده دكتور المزيع قال ويمكن يبقى غلطان صحة حونا حضراتكم الكبار البحث العلمي بيبدأ من سنة أولى في الجامعة ومستقبل البلد دي في بحثها العلمي وفي رموزها وفي أكاديميها يحصل بالتطوير اللي بيجرى اليومين دولي عايزين نفهم أكتر على فكرة تطوير التعليم الجماعي والجامعات الأهلية في الحقيقة حضرتك تركت الموضوع مهم جدا ألا وهو البحث العلمي اللي بيبدأ فعلا من أول ما الطالب يدخل من السنوات العامة اللي جمع للجامعة النقطة التانية اللي هي الأهداف والأليات اللي احنا في الجامعات المصرية عموما بنركز عليها من خلال توجهات فهمة رئيس لتطوير التعليم العالي ووزارة التعليم العالي بتنهج هذا النهج من خلال تقديم حزمة من البرامج اللي هي عبارة عن برامج بينية ما بقاش عندنا تخصص نقول كلية كذا أو إلى غيره لا ده احنا ممكن يبقى عندنا دلوقتي فيما يخدم تخصصين خارجين في برنامج واحد وده بالتالي ممكن الخريج يبقى مؤهل فعلا لسوق العمل ودي هدف من ضمن الأهداف اللي بنشتغل عليها في التعليم العالي النقطة التانية احنا دلوقتي الجامعات الأهلية كلها المفهوم بتاعها مفهوم جامعات من الجيل الرابع أو ما يطلق عليه جامعات ذكية كلنا عارفين ومقدرين تماما أن بعد التطور في الصناعي والثورات الصناعية والثورة الصناعية الرابعة أن فيه عندنا فيه وظائف كتير جدا ابتدت تندسر ووظائف أخرى ابتدت تطلع على السطح إيه هي الوظائف اللي ابتدت تطلع على السطح؟ هي الوظائف اللي مهتمة أو رليتت أوي بالآلة فيه الصناعية الخامسة دلوقتي اللي هو فيها نوع من التصالح بين الإنسان والآلة فبالتالي هيبقى فيه عندنا وظائف للمستقبل بتحتاج خريج معين بمواصفات زي ما حضرتك قلت مواصفات معينة يكون لديه مهارات معينة يقدر يقطحم سوء العمل ويقدر سوء العمل هو محتاج إيه؟ هيلاقيها في هذا الكريم من هنا جاءت الفكرة بتاع الجامعات الإحلية اللي أصلا ده هدف من وزارة وحضرتك تعلم أيضا جيدا أن الهدف الرابع من أهدف التنمية المستدامة هو التعليم الجيد والهدف التامن هو الوظائف اللائقة ونمو الاتصال إذا لو احنا اشتغلنا على الهدفين دول كفاية هو أن وزارة التعليم تطلع خريج متميز علميا ويقدر مقاومات البحث العلمي درستله ودخل المعمل وقدر يقود في التجربة ويقدر ياخد قرار نقطة تانية أنه يبقى مؤهل لسوق العمل النقطة التالتة أن احنا بنشتغل على برامج تخصصية بينية وشراكات كمان دولية يعني جامعات الإحلية دلوقتي كمان بنركز على أن يبقى فيه شراكات بدل ما حضرتك ابنك يتخرج من السنوية ويبتدي يدور على أنه يروح أي دولة أجنبية نهيك عن المصاريف إلا أنه هو في النهاية أعتقد أنه هو كخريج مش هيبقى كواليفايد قد ما يبقى خريج زيسة حضرتك بتتكلم على دكتور طه حسين وبنتكلم على عديد من العلماء اللي هم تخرجوا أصلا من جامعات مصرية فده هدف أسمى لوزارة التعليم العالي أن يبقى عندنا خريج كواليفايد مؤهل علميا وطبقا لإحتياجات سوق العمل طب احنا عندنا في الجامعات الأهلية تم تحديد الحزمة البرامج اللي هنتكلم عليها مع حضرتك إزاي ده بناء على دراسات قبلية للمجتمع وحوارات مجتمعية قدرنا نقول المجتمع هيحتاج إيه في الخريج وبالتالي قدرنا نترجم هذه الحوارات والدراسات في مجموعة من البرامج البيينية اللي فعلا هيتم تدريس وأقصد كلمة تدريب كمان تدريب الطالب عليها الموضوع ليس فقط تدريس ولكنه تدريس وتدريب إن شاء الله في الجامعات الأهلية